نفهم أن ميلاد الأنبياء هو ميلاد للرحمة والسلام والإنسانية لكل العالم أليس كذلك فضلتكم؟ بلا شك مدام أننا نقول بناء متكامل وأنه بناء أتى في مراحل زمنية مختلفة لكن المهيمن على هذا البناء هو هذا العنصر الذي أشرت إليه سيادتك عنصر الرحمة عنصر عدم العنف اللين الرفق هذا كله يترجم في معنى الرحمة حتى أنك عندما تقرأ إحصاء فيما يقرب من 266 مرة تقريبا إذا لم تكن الزاكرة وردت كلمة الرحمة بمفرالاتها المختلفة في القرآن الكريم بما يعني وأن القرآن الكريم إنما هو متمم لهذه الرسالات السماوية السابقة بما يعني أن عنصر الرحمة هو الأساس في هذا الشأن وأنهم جميعا إنما أتوا لتقرير هذا المبدأ هل هناك رسول من الرسل الله سبحانه وتعالى أتى وقال لا تواد بين الزوج وزوجه ولا أتى وقال الرحمة موجودة والسكينة موجودة بين الزوج وزوجه بين الزوج وبين الأب والأبناء بين الأب والأباء بين أفراد المجتمع جميعا كل في إطار مسئوليته وفي إطار موقعه لا تجد شرعا من الشرائع السابقة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويتناغم ويتكامل حول هذه الحقيقة حقيقة الرحمة فميلادهم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا هو ميلاد بركة ورحمة ونور للبشرية البشرية في حاجة شديدة وماسة إلى الوحي الإلهي لكي يرتسم مسلك هذا الوحي الإلهي ولكي يعيشوا في هذه الأرض ويعمروا هذه الأرض ويبنوا ولا يتقاتلوا ولا يتنابزوا كما نحن نشاهد في هذه الأولى ويحن نشاهد في هذه الأرض